في البداية حابين نعرف من حضرتك ليه الأطفال بتتولد أو ممكن تتولد وهي عندها نقص في الفيتامينات وده بيكون سبب وإيه؟ هل لي علاقة بتغذية الأم؟ هل لي علاقة بعادات معينة خلال يوم؟ هممكن تكون بتقوم بيها؟ الحقيقة إنه الطفل ممكن يتولد عنده نقص في فيتامينات معينة نتيجة سوق تغذية الأم أو نتيجة مشاكل صحية عند الأم مثلا على سبيل المثال فيتامين كي الأم ممكن يكون عندها فيتامين كي قليل نتيجة سوق تغذية وده بيوصل للطفل بكميات قليلة عن طريق المشيمة الطفل ما بيقدرش يكون في الأيام الأولى من عمره فيتامين كي وبالتالي ده بيخليه عرضة لنقص فيتامين كي عشان كده الأطفال أول ما بيتولده بيدوم فيتامين كي إنه لو هو ناقص حيث يعمل نزيف ده السيولة والتجلطات بتاعت الدم فممكن يحصل نزيف وطبعا دي حالات بتبقى خطر جدا على الأطفال فيتامين دي مثلا برضو من الحاجات إلا لو الأم عندها نقص أكيد هي مش هتقدر تدي للطفل فيتامين دي بكميات مناسبة كمان عايزين نقول إنه الرضاعة الطبيعية هتحمل طفل من نقص فيتامينات كتير جدا لأنه الحقيقة إنه الطفل بياخد الفيتامينات بتاعته من لبن الأم وبياخد من مخزون الأم فدايما إحنا بنقول إنه أكيد لبن الأم أو الرضاعة الطبيعية هتحمل طفل بصورة كبيرة جدا من نقص الفيتامينات أول ست شهور لو الرضاعة exclusive أو بنقول رضاعة طبيعية فقط لا غير بدون دخول أي حاجة تانية ده أكيد هيخلي الطفل يضمن وجود كل الفيتامينات في جسمه طيب إحنا دلوقتي الطفل كبر شوية ومازال عندنا نقص فيتامين ومازال عندنا مشاكل طبعاً بيتابعه دكتور وأكيد لو هو نقصه حاجة فيتامين دي موجود برضو بكميات قليلة قوي في لبن الأم فممكن يكون محتاج تعويض خارجي مثلاً أو التعارض للشمس طبعاً الدكتور أو الطبيب المسؤول هو اللي بيشوف الدرجة بتاعة نقص فيتامين ده القد إيه وبيبتدي على أساسها أنه هو يقول لها العلاج ده هيبقى بيتم إزاي طيب إحنا في عداد غلط بقى يعني في عداد الفطام الغلط يعني إحنا ما بنجي ندخل للطفل الأكل من بتدي ندخله بقى بسكوت حاجات اللي هي الأمح الحاجات دي كلها لأ أنا لازم أدخله حاجات برضو فيها عناصر فيتامينات الخضار زي الكوسة مثلاً زي الجزر زي البطاطس أبتدي أن أنا أدخل فواكه واحدة واحدة طبعاً أبعد عن الحاجات اللي ممكن تسبب حساسية طفاح مثلاً كومترة الحاجات دي كلها فده هيضمنني برضو أنه هو ياخد الفيتامينات الجسم محتاجة